السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته تلامدتي الأعزاء تحت رغبتكم أن هذا الخط هو غير واضح لقد أعدت سياغة هذا الموضوع الذي طلب منكم أن تقوموا بسرد أقصصة تتحدث عن شخص هاجر من المدينة باحثا عن عمه لكنه لم يعتر عليه فظل تائها بين الأزقة والشوارع حتى لا أطيل عليكم سأحاول أن أوضح الكتابة وأقرأ عليكم نموذج وكنموذج ترك محمود قريته بعدما أصابها الجفاف واجتعها الجراد وقضى على كل المحاصيل وانقضى على كل أخضر من زرع وشجر وتمار وبعد هذه الصدمة التي تلقاها أهل القرية بأسك كبير شح الماء من الواد والأبار وهلكت البهائم وكل الحيوانات الأليفة من شدة العطش والجوع فقرر محمود أن يهجر قريته مثل مجموعة كبيرة من الناس الذين فقدوا الأمل في الاستقرار في غياب شروطها واستحالة الحياة خرج في الصباح الباكر وأدان الفجر يردد صداه بين المزارع الشبه الخاوية من النبات سنك طريقا صعبا مشاقا ومشى مسافات جاب فيها الهضاب والتلال والجبال وكلما مر من مكان تذكر كيف كان أخضرا والماء العذب ينثاب في كل مكان وكلما عاد المشهد إلى ذاكرته دمعت عيناه ما أصعب أن يغدر بك الزمان وهو يتمايل وسط الشعاب أحيانا يصادف حجرا رقيقا يؤلم أصابعه وأحيانا تمنعه الأشواك من المرور حتى وصل إلى الشارع الرئيسي لقرية النائية وكانت الحافلات والشاحنات والسيارات تمر بسرعة لا حدود لها دون النظر إليه كان يبدو كقزم وسط الطريق السيار وفشأة أجهس بالبكاء كأنه أرملة تركت مع صغارها في الخلاء فتوقفت سيارة سوداء نزل منها شاب أنيق سأله عن سبب تواجده بهذا الطريق الوعر الخاص بوسائل النقل فقط سرد عليه حكايته فأشفق عليه وأخذه معه إلى المدينة وحينما وصل إلى هناك وودعه هناك كبر الإحساس بالألم وتمزقة الأحلام وأدرك أن العثور على عمه وسط هذا الزحام مستحيلا وأن الأمان لا تأخذ بالأوهام ولا التمني إنما الحياة تأخذ غلابا فقرر أن يقف ويواجه كل المشاكل والأزمات في زحام الشوارع والمارة والأضواء حقا المدينة رائعة لكنها لا تشبه قريته حيث كبر وترعرع وأن الهواء مختلف جدا اشتاق إلى النسيم العذب والماء الصافي وتغريدة العصافير وصوت جدته وحماره ودجاجته كانت الدكريات وحدها كفيلة أن تمده بالأمل أن يأتر على بيت عمه الذي سيصنع معه المستحيل جاب دروب البيضاء من جنوبها إلى شمالها حتى استقر به الرحال بدرب السلطان لقد كان يحمل عنوان عم في جبته ترق الباب وهو يرتعش اختلطت لديه مشاعر بين الخوف والرجاء ترق الباب عدة مرات في نهاية المطاف خرج إليه رجل شيخ حزين أهلكه الدهر وأضناه الفراق وأيضا سأله عن عمه ضحك الرجل بصوت عالي وقال عمك هاجر إلى كندا أكثر من خمس سنين ترك المدينة هو وأسرته باحثا عن عيش كريم أحس محمود بخنجر قد غرس في صدره اعتدرا للرجل العزوز وعاد خائبا ولم يعرف أين سيبيت تلك الليلة وماذا سيأكل فقرر أن يعود إلى قريته وهو عائد تاه بين الشوارع والأذقة ولا يعرف القياءة ولا الكتابة ولا يملك القدر على سؤال الآخرين عن محطة لدزيان مشى كثيرا وكلما أحس بالعياء كان يجلس على الرصيف متسائلا لماذا يفكر الإنسان في الرحيل لماذا لا يبحث عن سبل أجدر للبقاء في موطنه ويبدأ من جديد أكد لكم أوليتاتي هذه غير محاولة نحاول بي لكم الكتابة عندي رحالكة باش تبعي الكتابة مع تحسكنت ململ أمشي بعيد كل شي عندي ماشي هو هاتك تليفون ماشي هو هاتك الإطاقة ماشي هذا ففينا زوين يا ربي تبقى لكم مولدتي يا ربي يلقى الخط بهين تقرب ربما أنا قريت أعتذر كنت من لكم نجاح لا تتهونوا كل المشاكل ستحل مزيدا من الصبر والشجاعة لا تتخلوا عن أمالكم وطموحاتكم وفقكم الله وأعانكم ويسهر أمركم ترجمة نانسي قنقر